السلام عليكم موعد يوم عشورة وفضل زيامة قبل التفاصيل نتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصرية ولو بتشوفوا القناة الأول مرة من أدم عليها أهم الأخبار المتدولة على السوشيال نيديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات بإذن الله ستنال أعجبكم يوم عشورة وهو اليوم العاشر من شهر محرم وهو من الأيام المستحب فيها الصيام عند أهل السنة وسبب صيام يوم عشورة هو أن الله سبحانه وتعالى قد نجى فيه سيدنا موسى وقومه من بطش فرعون وملئه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عشورة فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال النبي عليه أرض للصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بسيومه ومن المستحب على المسلم أن يصوم مع اليوم التاسع مع اليوم العاشر من محرم كما يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عشورة قال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع ولم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأما عن موعد يوم عشورة لهذا العام عام 2021 سيكون بإذن الله تعالى يوم 19 أغسطس 2021 تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وضمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله